أهلا بحضراتكم من جديد يعني أنا سعيد جدا بردود الأفعال الكبيرة والإيجابية بعد مباراة الأهلي والشراء للدخان المباراة اللي كانت في دوري الشباب موليد 2001 اللي احنا نقلناها لحضراتكم هنا على قناة الأهلي يوم السبت الماضي الحمد لله كان فيه ردود إيجابية كبيرة بمناسبة هذه المباراة عملنا السوديو تحليلي كان فيه محللين كبار كابتن عادل طعيمة وكابتن شريف عبد المنعم وأيضا كان معنا الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس وكان معنا المعلق الكبير كابتن محمد عفيفي تعملنا مع المباراة كأنها مباراة بالزبط في الدوري الممتاز ومن هنا برضو بشكر يعني ووجه الشكر لإدارة قناة الأهلي وكل المسؤولين وأيضا يعني طاقم العمل الخارجي لما احنا تفرجنا على المباراة شفنا الجودة بتاعتنا للمباراة بالزبط كأن حضراتكم بتشوفوا مباراة في الدوري الممتاز بالعكس احنا في مباراة في الدور الممتاز بيكون فيها بعض الأخطاء فيها بعض الزوايا اللي غير جيدة للحكم وحكم الفار وللمشاهد الحمد لله لما احنا بنتفرج على المباراة كل الحالات التحكمية حتى كابت النصر عباس لما استعرضها بعد المباراة كل الزوايا متاحة وكل الزوايا موجودة وكل الكاميرات كانت موضوع موجودة في مكان صح واحنا بنشوف الاهداف دلوقتي هدف اللقاء ده الهدف الاول اللي احرزه علي عمره بالمناسبة المباراة انتهت بخماسية لشباب الاهلي كانت مباراة رائعة كل جمهور النادي الاهلي تابعها والحمد لله دلوقتي يعني بات الجماهير عرفة لعبة شباب الاهلي احمد سيد غريب علي عمر محمد مغربي محمد اشرف احمد اشرف حمزة علالة يكون ضفنة ايضا كمان النهار ده حارس مرمى النادي الاهلي فريق الشباب مش عايز انسى حد لكن احمد سيد عبد النبي فيه لعبة كتير وكتير تقلقوا في هذه المباراة علشان كده النهار ده رهبة اللاعب لما بيطلع الدور الممتاز بيكون موجود مع الفريق الاول بيشوف مباراة او بيلعب مباراة تزعف التلفزيون لأول مرة بيكون عليه ضغط كبير انه عايز يظهر لما يكون عاش التجربة دي قبل كده عاش اجواء التحكيم وعاش اجواء المباراة منقولة على الهواء مباشرة وكل الجماهير بتتابعوا اكيد الرهبة دي بتروح واحنا بنشوف دلوقتي الهدف ده الهدف التاني بتاع احمد سيد غريب هدف اكثر من رائع يعني كرة عرضية من محمد اشرف واحمد سيد غريب حطها بشكل نموذجي على عكس حارس المرمى على يمين حارس المرمى يعني مباراة فعلا تحس واحنا بنتفرج مباراة في الدور الممتاز اداء من اللاعبين اكثر من رائع حتى طريقة اللعب واسلوب اللعب بالزبط كان مشابه لطريقة مستماني عملية التحضير عملية التحضير في بناء الهجمة من تحت واحنا بنشوف حمدي وبنشوف تحت محمد مغربي وهم بيحضروا الهجمة من تحت برضو نفس اسلوب وطريقة اللعب الفريق الاول واحنا بنشوف حمزة علاء في بناء الهجمة من تحت بنشوف عملية الضغط العالي وتدوير الكرة واستحواز الكرة هو نفس اسلوب الدرجة الاولى فالنهاردة دي المباراة الاولى مباراة الاهلي وشباب الاهلي امام الشرية للدخان واحنا بنتفرج برضو على الملعب ولازم اقف على ارضية الملعب النهاردة حضراتكم انتم بتتفرجوا على جودة الملعب ده ده ملعب الناشئين في مدينة نصر الملعب اللي بيتلاعب عليه المباراة الدوري شوف جودة الملعب وشوف حلوة الملعب النهاردة لما يكون عندك لاعب مايقدرش يطلع اللي عنده مايقدرش يعمل المدير فني بقول عليه عملية الاستحواز والتدوير والضغط والشوت والبص والكلام ده الا مايكون ارضية الملعب سليمة زي ما احنا شافين علشان كده بنوجه الشكر للعمال كمان وايضا الكابتن خالد بيب ومهندس الزراعة اللي احنا النهاردة قدرنا نطلع الشكل والصورة بالحلاوة دي انا سعيد جدا وكمان بوجه الشكر لكل فريق العمل الخارجي في قناة الاهلي المخرجين والمصورين والانتاج وكل الناس اللي طلعت وعينة الملعب قبلها بكم يوم ويوم المباراة كانوا موجودين من بدري علشان يطلعوا الصورة بالشكل وبالحلاوة دي وبالمناسبة كمان يعني فريق العمل الخارجي في قناة الاهلي مش ده اول مرة يزيع مباراة خارجي او عمل خارجي لا النهاردة شفنا مباراة السوبر الافريقي اللي خسر فيها النادي الاهلي امام نادي الزمالك في كرة اليد الاول كان النقل بمنتهى الحيادية ومنتهى الحرفية ومنتهى المهنية تاني حاجة الحفل اللي اقيم حفل العشرة الاحتفال بالنجمة العشرة شفنا حفل ما شاء الله عالمي ابهر للناس كلها وكان جمهور النادي الاهلي مبسوطة بالحفل برضو كان فيه ناس قائمين على الحفل وايضا كمان كل الشكر للناس الموجودة في قناة الاهلي للعمل الخارجي او التصوير الخارجي عشان يطلعوا الصورة بالشكل ده ان شاء الله مش هتكون دي المباراة الاخيرة على قناة الاهلي هيكون عندنا الفترة اللي جاية فيه مباراة كثيرة وكثيرة المباراة القادمة ان شاء الله لفريق الشباب هتكون خارج ملعب النادي الاهلي هتكون في غزل المحلة دي صعب ان احنا نقلها لكن بوعد حضرتكم كل المباراة اللي هتكون على ملعبنا في ملعب الناشئين في مدينة نصر هتكون معانا هنا على قناة الاهلي ان شاء الله يوم الخميس القادم في دوري 2003 دوري 2003 يعني تحت 18 سنة هيفتتح الدوري بتاعهم ان شاء الله بمبراء ايضا امام الشرية للدخان كل جدوى للمسابقات زي الدوري الممتاز بالزبط كل الفرق هتلعب امام الشرية الدخان 2003 ان شاء الله يوم الخميس القادم ايضا في ملعب الناشئين في مدينة نصر الساعة 3 اللي ربع هيكون اول مباراة اليوم هننقلها هنا لحضراتكم على قناة الاهلي وهيكون ايضا عندنا ستوديو تحليل وايضا الخبير التحكيمي وهيكونوا موجودين معانا ان شاء الله علشان برضو نقدم لحضراتكم الخدمة الخمس نجوم دايما معتاد جمهور النادي الاهلي يشوف دايما على قناته قناة النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر